السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعترافات صادمة لرجل اعمال متهم في قضية الاثارة الكبرى كشف رجل الاعمال المصري حسن راتب خلال التحقيقات بسبب اتهامه في قضية الاثارة الكبرى عند دخله السنوي من شركاته التي كان يمتلكها اتعقد محكمة شمال العباسية في 8 يناير 2022 اولى جلسات محكمة رجل الاعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسنين والمعروف بنائب الجن والعفاريت و21 متهما اخرين بتهم التمويل وتهريب الاثار بالقضية المعروفة اعلاميا الاثار الكبرى وقال حسن راتب احد المتهمين في القضية دخلي سنويا تقريبا من شركاته في حدود 100 مليون جنيه ولكن يعاد استثمار معظم تلك الاموال في مشروعاته واضف في التحقيقات انا اعمى الرئيس امناء جامعة سيناء بفروعها العريش والقناة الشرق اضف الى رئاسة مجلس ادارة عدة شركات وتابع امتلك فيلا في منيا الشيحة وهي على مساحة 10.000 متر بنائي و10.000 متر حديقة والتي تطلب اكمالها على النيل المقابل لمنطقة المعادي كما امتلك دورا كاملا في احد ابراج شارع عبدالعزيز السعود عبارة عن 1000 متر على النيل واردف قائلا امتلك فيه تجمع فلتين وايضا امتلك قصرا بشمال سيناء بالاضافة الى فندق في شمال سيناء 250 غرفة وفندق اخر 160 غرفة في العريش كما امتلك مصنع كياس الاسمنت ويختار في منيا الشيحة كما امتلك طائرة خاصة ترجمة نانسي قنقر